في الزمالك بما أننا كلمنا شوية عن النادي الأهلي كارتيرون قال للمقربين منه أنه هيرد رد قوي جدا لو تخصم منه أي مبلغ بعد الخسارة اللي حصلت من المحلة في كأس الربضة بعد إعلان رئيس نادي الزمالك أنه هيخصم 250 ألف جنيه من كارتيرون كارتيرون قال أنه هيبعت إيميل خلال أيام لينزار نادي الزمالك لعدم تأخر راتبه وتهديد بفسخ التعاقد زي ما تعود الفترة اللي في التارفين كلما الراتب يتأخر على كارتيرون يبعت ميل بيهدد بفسخ التعاقد ويهدد بينزار نادي أو بينزر نادي الزمالك بفسخ التعاقد وبالمناسبة وانا هكارل النقطة دي تانية موضوع الخصم من المدربين دي حصلت من الأهلي قبل كده والأهلي بعد كده تلاجع عنها وبتحصل من نادي الزمالك دلوقتي هل خصم المدربين دي موجودة في التعاقد ولا لأ عشان المدرب مختلف عن اللعبي اللعبين بيتعاملوا طبقا لللاقيح لكن المدرب بيجي بتعاقد واضح العقد ده هل بيبقى فيه حاجة من اللعيحة يعني تطبق اللعيحة على المدير الفني مكتوب ده في العقد يعني هو في فعود اللعبي هيبقى فيه تطبيق لللاقيحة لكن في المدرب فيه تطبيق لللاقيحة ولا لأ وهل دي أصلا عقوبات للاقيحية ولا لأ يعني هو فيه تفاصيل كتير عشان تحديد للأجانب ما بيتعاملوش احنا هنا كمصريين نخل مكافآت بالحب نخلق نتخسنها مننا بالحب والأمور كلها بتعدي لكن الأجانب ما بيعرفوش غير العقد اللي قدامهم لو العقد ما فوش الكلام ده يبقى لكن اللعقوبة ما حصلتش طيب